لوحة التحكم من تحت زي ما احنا شايفين هنا هوة المجموعة دي كلها متقسمة عندك ده اكس وان يعني السوكت ده مسميه اكس وان والسوكت ده اكس تو اللي احنا تكلمنا عليه في الاول ده اللي بيمد الكهرباء الاربعة عشرين فولت لكل اللي واحد اللي واحد دي وبيمد الزيرو واخذ زي شايف كده هو بيجي متوصل الزيرو فولت نهوت متوصل بالكون ده كده 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 متوصل ما بنشولوش خالص والاربعة عشرين فولت هنعرف قدام تفاصيل التواصيلات بتاعتي بعد كده على اليمين هتلاقي الجزء دوت ده المخرج الديجتال اللي هي بتطلع من جوة فيه بيليها ترانزيستور بيطلع النبضات وبعد كده بنلاقي هنا الرليهات الرليهات دي معظمها بتطلع اه مش نبضات بتطلع انالوج هنا هو نفس المنظر ده كده هوت ده هرليه على طول من ده دوت يعني ده الكمون اللي هنا هو مثلا سي وان ده الكمون للنورم الابن ده كله وهنا ده كومون للنورم الابن او نورم الكلوز يعني هنا هوت فيه سويتش جوه هنا هوت بتختار يا النورم الى اوبن يا كلوز رليهات التانية نيجي نشتغل واحدة واحدة على الامبوت دلوقتي الديفولت بتاعدي ان هوت الامبوت 1 اوبن لو بريورتي والامبوت 2 اوبن لو بريورتي والامبوت 3 اوبن with event count الامبوت 4 اوبن هاي بريورتي الامبوت 5 اكسترنال اوبن لوب اجزت الامبوت 6 close الامبوت 7 close الامبوت 8 بوم كونتاكت عايز نعرف ايه اللي انا قلته دوت هنعرفه بالتفصيل وهنعرف حاجات كتيرة تانية اول حاجة لما يقولك اوبن هاي بريورتي ده التوصيل بلوحة الحريق على طول يعني انت لو طلعز هنا في حاجة اسمها لوبريورتي وهاي بريورتي هاي بريورتي ده اللي بتوصله اللي هو زرار امرجنسي اللي هو كاسر اه حريق او انك تاخد من لوحة الحريق على طول ده التوصيل بلوحة الحريق هو اعلى اسبقية من كل المدخلات الاخرى الامبوتس الاخرى ولا يزول الا بدع زوال المؤثر لازم يزول عشان الزراع اول ما يجي الزراع بيبقى مفتوح على بعد كده اوبن لو بريورتي اللي هو اول اثنين واحد واثنين اوبن لو بريورتي ده بيام يطلع بلس يام ببيرمننت يام بيبقى 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 مفتوح على طول حسب البرمجة الزراع يفتح اذا وصلت اربعة عشرين فولت على المدخل بس ده ببرمجة رخم اثنين ورخم اربعة ورخم تمانية لان انا قلت مسلا انا عايز اشغل مسلا لان ده هنعرف قدام اخد اربعة عشرين ده ووصله بده وحنعرف التوصيل بالزبط بيغير الدراع وضعه مع كل نبضة لو انا برمجته على رقم تلاتة يعني انا لو دست الامر ده اول مرة يفتح تاني مرة يغلق تاني مرة يفتح تاني مرة يغلق هو ده بيغير وضعه لو انا مبرمج على رقم تلاتة واشتغلت في الفانكشن ده بعد كده في حاجة اسمها اوبن اجزت يستخدم في العد الانتقائي في حالات الملاك او المستأجرين الدائمين في نظام الركنات ده بيستخدم في البروجرام من خمسة لتمانية ده اسمه العد الانتقائي اللي هو اول ما ادوس الاوبن علشان انا بطلع من الكمبان بعد كده في اوبن وذ فينت كاونت وده بيستخدم كعداد لكل نبضة يتلقاها على المدخل يعني ايه انا بحط اللوب اول مرة عربية تلمسه ابدأ اعدت تصاعدي طب لو عربية خرجت ابدأ اعدت تنازلي طب انا بعمل بستفيد بايه ممكن استفيد بيها بحاجات تانية ممكن اعرى عايز اعرف مين اللي دخل او كام عادت دخول وكام عادت دخول على ان تكون النبضة اللازم اللي بتطلع منه اللي هي البالس من واحد من عشر ثانية ثانية تقاش مستدامة ده لو انا عملت برمجة من رقم خمسة للرقم تمانية يمكن تغيير اعداداتها عشان اغير الاعداد لا ادخل على حاجة اسمها ريسيت بيهافير الكلوز ده امر كلوز ممكن يبقى بالس وممكن يبقى دايم الدراع بيغلق اذا وصلت 24 فولت على المدخل وكام عادت 24 فولت يعني لو وصلت 24 ده على المدخل بتاعه على طول وحرف التفاصيل ازاي التواصلات ده ده الدراع يغلق ولكن بعد اي فتح اذا وصلت 24 فولت على المدخل يعني ما يقفلش على طول ده يعني لازم اه ما يفتح الدراع اقفل انا بعدي يتم اهمال جميع اوامر الفتحة على ده امرين يعني اهم الكل الفتحة ده امرين الابن هاي بريورتي والابن اجزت لو وصلتها على 24 فولت على المدخل والخاصية دي غير مفاعلة في البرمجة في البرمجة واحد واربعة انهيبت اوبنينج لوب بتفعيل هذه الخاصية بيبقى الدراع مغلق حتى لو اللوب الفتح تم تنشيطه لان المستيار متواجد عليه يعني انا انهيبت اوبنينج لوب انا الخاصية دي لو انا فعلتها الدراع يفضل مقفول حتى لو اللوب في ايه عربية انهيبت سيجنال لايت لو انا وصلتها يتم لغاء تحكم الفوتو سيل خالص بلغي تحكم الفوتو سيل في الافل وفتحه كل عالم الذي في اكسترنال اوبنينج لوب انتري يفتح الدراع يفتحkh ولو او سيجنب 24 فولت عالمدخل يوصل اللوب الخارجي على هذا المدخل يعني لو عندي لوب خارجي بتوصل على المدخل داروت الذراع او سيجنب 24 فولت عالمدخلchluss يفتح الدراع اذا وصلت 24 فولت لدي مقفول ده الحساس بتاع الدراع الفلانج ده لو دراع اتخبط مني ده ده اضافة حساس الصدمات اسفل الدراع ده ايه المشكلة ايه المشكلة بدا انا الوقت في اا اا اربعة وعشرين بولت وواصل للحساس بتاع اله اللي هو الحساس اللي بيخلي اللي بيعرف ازا كان الدراع اتشاله ولا طب انا لو انا غيرت وحصل تصادم. ممكن اخلي تعديل سلوك الزراع عند التصادم. يعني حاجة اسمها في حاجة اسمها امباكت سيتنج. بزبطها من جوه. يبقى بيضافة حاسية الصدمات اسفل الدراع. ازا بوصلت اربعة عشرين فولت عم. فان لا يوجد تصادم. لو طول ما هتواصل. اول ما يفصل اربعة عشرين فولت يبقى حصل تصادم. فعشان كده ابدأ اعمل تعديل سلوك الدراع عند التصادم. يعني ايه? يعني انا حاسيت ان في تصادم? انا بزبط لامباكت سيتنج اقول له خاص ما تبعت ليش اربعة عشرين فولت. لان ازري ده اتقطعت. بتاعت السنسور. فابدأ ما تحط ليش اربعة عشرين فولت غير لما تحس تاني في الامبوت احس تاني ان رجع التاني مكانه. بوم كونتاكت امبوت. اذا تم قطع الاربع عشرين فولت عن المدخل. يعني اذا كاما اذا قطع عشرين فولت يعني اذا لو المدخل ده حصل انه هو تشال يعني فانه قد تحدث خروج الزراع من مصاره ونتيجة التصادم والعكس صحيح فيتم فتح الزراع فورا ده اللي بيخلي الزراع يفتح ولابد من تفعيل خاصية دي من حاجة اسمها Boom Contact Setting للتفعيل واجب ايصال 24 فولت على المدخل فيتم منع غلق الزراع اذا كان مفتوحا وعكس حركته اذا كان يغلق يتم توصيل 24 فولت عن طريق كبري من 24 فولت او من جهاز الامان المدخل يستخدم مع ضرورة وجود اجهزة امان داخلي كالفوتو سيل او اللوب مصاره بي اكس 11 ده الامبوت للسيفتي ديفايس نفسها عشان الدراع ما يقفلش لو السيفتي ديفايس دايت النوليشمنت دا بيستخدموها لما يجي عايزة اشغل اتنين مع بعض بار اتنين باريير مع بعض بلينك سيجنال لايت دا يتم بيعمل لمبة فيها واميد واحد هيرتز بيطلع يعني هيرتز واميد او بلس واحد هيرتز اذا لو وصلته يلغي الضوء الاحمر لللمبة ويمكن استخدام الخاصية في اماكن وقوف السيارات زي ما احنا شايفين التوصلات اللي نقطع دي طبعا بالمنظر دايت دا الدفولت بتاعها اللي احنا كنت نكامل اول حاجة هنا زي من شايف بناخد من 24 فولت نهوت بناخد نهوت كبري خلي بالك. ده عكس البريات اللي انت يعني مثلا لو احنا متكلم مثلا على البوش بوتوم في احنا متعودين البوش بوتوم يجي لها سلكين. لا هو عاملك 24 فولت عشان ما تعملش موضوع ده. هو موصل لك الارضي لوب بالزيرو فولت داخل على الكم. اوكي? يبقى انت باد نسبالك باشا عشان تشاكل حاجة لازم توصل ال 24 فولت. فال 24 فولت انهوت بيقول لك ده نور ملي اوب هنا هو. يعني ممكن انهوت عفوا احط هنا بوش بوتوم. مجرد لما اقفل بوش بوتوم يبقى انا جاي لي. من ال 24 وخارج من ال 24 داخل على ال ان بتاعي. ده التوصيل بتاعه. تمام كده هو? يبقى التوصيل بتاعه اللي هو في الحتة ده تلازم اخد من ال 24 والناحية التانية توصل لل ان بتاعي سواء ان وان او لغاية ان سامن. ال ان التمانية ده وبتاعي اللي هو مكتوب عليه بوم كونتك اللي احنا اتكلمنا عليه. بيدخل جوه في سلكين انا هو تدخل في ال بي كي. وبيطلع البلاس بيدخل على اا اا اربعة واشتين فولت. والمينس بيدخل لي على الزيرو اللي في النصف ممكن تاخده علي مين زي ما انت عايز. بعد كده هنرجع لل اتكلمنا على ال امبوتس كلها. هنبدأ ندخل على الاوتبوت. الاوتبوت دي طبعا حاجات مخرجات. الاوتبوت عندي ان هو نفس اللي احنا شفناه ان هو ال اول واحدة دي بعد كده فيه بالس افتر بسج. سيجنال لايت اي سيجنال لايت بي. اوبن كلوز. ايرور. لوب اكتيف اي. لوب اكتيف بي. سيجنال لايت سي. دي حاجات بتطلع. فحنيعرف تفاصيل حاجات ديت. الايرور. الايرور ده بيطلع لي تم الكاشف عن ان لو فيه اي خطأ او خطأ متعلق بالسلامة يتم تفعيل هذا المخرج كالحماية. بيطلع لي سيجنال على رقم تلاتة دوت. الورنينج اذا تم الكاشف عن اي تحزيل يتم تفعيل هذا المخرج. الكلوز اذا تم غلق الزراع يعني ايه? مش هو بيقفل لا. ده لو حصل قفل في الزراع يبدأ المخرج ده ينشط. فانت ممكن تشغله في اي حاجة تانية. الاوبنج يبدأ اذا تم فتح الزراع يتم تفعيل هذا المخرج. الكلوزينج يعني لسه بقفل. اذا تحرك الزراع ناحية الغلق يتم تفعيل هذا المخرج. اذا تحرك الزراع ناحية الفتح يتم تفعيل هذا المخرج. بوم انجل. يعني ايه بوم انجل? في زاويتين بنحسر بيهم حركة الزراع. لو الزاويتين دول ما طلعش عنها مش حيطلع. انما لو طلع عن الزاويتين اللي انا محددها له بيبدأ يتفعل. يتم تفعيل هذا المخرج اذا خرج الزراع عن الزاويتين المحصور بينهما من زيرو درجة لغاية تسعين درجة. يمكن تعديل الزاوية بالبرمضة. يعني طول قفل مثلا زاد عن تسعين درجة. يبقى كده في مشكلة. يعني لو في مشكلة في الدراع بيبدأ هو يطلع لك المشكلة بتاعته. ده بيطلع نبضة تلاتة من عشرة ثانية اذا تم المروض من امام الحاجس في كلا اتجاهين. تستخدم في جود الكاشف ديتكتور فقط. يعني لازم فيه لوب ديتكتور عشان يعمل حد. اسمها بلس افتر باسج. سلايدنج دور بلس. ده معمول يتم تفعيل هذا المخرج للسيطرة على الباب الجرار. يعني في باب الجرار بعديها. لو تم فتح الدراع او ما يفتح الدراع بالبلس ده ويطلع عشان روح الباب الجرار يخليه يفتح. والبلس بتاعتنا تحتها من عشرة ثانية برضه. بوم كونتاك في باك يعني. يتم تفعيل هذا المخرج عندما يكون الزراع داخل آآ شفة الامان اللي هو الفلانج بتاعه. لو طلع برا يبدأ تم خروج الزراع يتم وقف الخروج الخارج كنوع من الامان. يعني طول ما هو الدراع جوه آآ طول ما الدراع جوه بيطلعش بيطلع الخارج بتاعه. اول ما الدراع يطلع بيقطع على طول الخارج ده ورد. بوم لوكينج يتم تفعيل هذا المخرج للسيطرة على لوك الدراع. انت الدراع بتاعي ممكن اوصله هناك في الشوكة اللي هناك دي حاجة اسمها لوك وحنعرفها قدام. انا شريحها برضو في الفيديو بتاع الموديولز. آآ الدراع لما يقفل بيتقفش عليه من جوه من الدراع ده اسمه لوك. ده يتم تفعيل هذا المخرج للسيطرة على لوك الدراع. اذا تم غلق الزراع يتم تفعيل المخرج. يتم البرمجة للمزمنة مع فتحة وغلق الزراع من ناحية بوم لوكينج. يعني فيه خاصية جوه اللي هو اسمها بوم لوكينج انت بتزبطه فيها. ده طبعا بيان او انه هو خاصية سيطرة على عدم اتنين عندك اتنين باريير. عايزين نشتهره مع بعض. خاصية سيطرة على اتنين باريير. دي اللي من جواها آآ بعمل فيها اللي هي الماستر او سليف. بزبط الماستر او سليف جواها. دي بتتزبط الاكتنورج برضو. ده المخرج ده اللي بيطلع على الاشارة الضوئية رقم واحد. ده المخرج اللي بيطلع على السيطرة على الاشارة رقم اتنين. المخرج اللي بيطلع عشان يدي او آآ يدي الرقم الرقم تلاتة سيجنال سي. ده يتم تفعيل المخرج اذا كان اللوب اكتف اي مشغول. وهنا عندي حاجة مهمة جدا. انا دلوقتي عندي اه هتلاقي في حاجة اسمها اللوب اكتف اي ولوب اكتف بي. ده الطبيعي بتاعي. انا عالطي دي اتنين لوب. والطبيعي ان اللوب ده وتلوت لمس يطلع لي مخرج ليه علشان ممكن استغله. وفيه بعدين لوب اكتف بي. المخرج ده يشتغل لما احاول ان انا عمديه. طب بعد كده انا عندي اللوبات كتيرة فيه فيه فانكشن هتظهر لي كتير. الفانكشن اللي جاي بعد كده ده اللوبات اللي انا هعملها. لو انا هاضيف كارت لوب تاني غير اللوب اللي انا عامله. يعني عندي او بي. طب لو دخلت لوق الكارت الواحد بيدعم او بي. طب لو انا دخلت كارت تاني عايز اعمل اكتر من اللوب. اللي هو عندي او بي و سي دي. عشان كده استخداماته هنعرفها الاستخدامات الجاية دي. اللي جاية دي لوب اكتف بلص اي. دي لازم ما ننساش ان في حالة اضافة كارت إضافي لللوب يتم تفعيل المخرج إذا لمست سيارة اللوب رقم A لمسيته بس لوب اكتف بلس B يتم تفعيل المخرج إذا لمست سيارة اللوب رقم B لوب ان اكتف بلس A يتم تفعيل المخرج إذا غادرت السيارة اللوب رقم A لوب ان اكتف بلس B يتم تفعيل المخرج إذا غادرت السيارة اللوب رقم B دورنا لازم ننسى أنه لازم في حاجة إضافة كارت إضافة لللوب هنا هو في حاجة اسمها direction 1 pulse بلس يعني pulse من A to B هنا أنا بالنسبة لي أنه هوة البارير الموجودة خلي بالك إحنا قبل كده كان فيه دايما لوب بره لوب أنت داخل ولوك في النص هنا دلوقتي لما أنت حتضيف لوب تاني أو لوب ديتكتور تاني فأنت كده بتتعامل معه من جوه من بره الجوة يعني الوقت على يمين البارير ده جوة compound أو المكان أنت هيدخل فيه وبره ده أنا جاي من بره ده يحصل إيه بقى أنه هوة لو أنا direct and one pulse من A to B يتم إرسال نبضة ثلاثة سنية لما أغادر ونشوفها دلوقتي زي ما أنت شايف هو أول ما غادر لإيه رح بعثلي البالس بتاعي ولازم أمساعدين ده لازم فيه إضافة كارت إضافي للوب غادر الموجود أصلا بعد كده اللي هو عكسه direct one pulse كلمة pulse يعني بيبعث pulse لما يتم إرسال النبضة ثلاثة من عشرة ثانية لما أغادر direction two plus A B two بقى لازم يتم إرسال النبضة ثلاثة من عشرة في حالة لو أنا فوق الA وبدأت أغادر وبدأت أوصل للB يعني أنا غادرت الA وبدأت أوصل للB بصي أحصل إيه تمام كي كي ازاي بإحنا شايفين العكس بقى direct two pulse B لو أنا حغازر الB وأول ملمس الA اللي بعديه الDirect one A B يتم إرسال مستمر بقى في الحالة دي مستمر يفضل يبعث على طول أول ما غادر الA وبعدين أغادر الB يعني أول ما يشوف إن اللوب بتاع A يتساب وبدأ الB يتساب يقف على طول دائرة one B A العكس بس من الB للاA نفس الطريقة هيسيب الB بعد كي سيب الA بعد كده direct two A B يتم إرسال نبضة مستمرة أنا جاي لك من الA ووصلت الB بعد كده سبت الB يعني أنا جاي لك من الA يعني أنت بنتكلم كده في مخدمة السيارة أنا جاي لك من الA ووصلت ولسه غادر تمام كده العكس بق أنا جاي من الB وعدين وصلت الA فمشيت بعد كده الموديول open barrier وده لازم تعم مش الموديول open barrier ده ده مش هتحقق غير لما تكون أنت ضايف شبكة موديول remote أو network أو RS روماية ده بيستخدم كأمر طوارئ اللي فتحت الدراع ممكن تفتح به فيه برضو نفس الكلام يكون متوصل موديول remote أو شبكة أو RS روماية 85 ده يستخدم برضو كأمر اللي فتح برضو اسم module open module close نفس الكلام بس الأمر الإغلاق احنا عرفنا الانبوت دلوقتي نتفرج على الانبوت اللي احنا التوصيلات عاملة ازاي هنا هو ازاي ما انت شايف انا هو ازاي منشايف هنا بيبقى دي فيه plus وهنا minus مثلا لم نيجي ده ده signal light b فانا حوصل signal light بتاعتي فين هنا هو انا حط signal بتاعتي هنا ده بيدخله plus و minus ده plus minus هنا هنا برضو plus after passage ده بحط اللي انا عايز plus و minus انه هو طبعا اول اتنين دول مش مستخدمين يبقى المنظر ده بالنسبة ده بالنسبة لل up digital عندي انه و plus و minus بين اوي اه وبنحط عليها ال signal بتاعتي اللي انا محتاجها ودي بتبقى طاعة مقيدة بال بالامبير والوط ودي موجودة في التفاصيل ها بالضبط اللي احنا بنتكلم فيها في الفيديو بتاع الموديول بعد كده ديت عندك انه جزء اللي تلسه ظاهر ده ده جزء بتاع ال الانالوج بس هنا هو فيه عندك اول واحد فيه common هنا هون زي بنت شايف الاتنين الحمر دول ال common للتلاتة normally open ده اما open يحصل ده لما close يحصل يطلع المخرج وده لما error يحصل يطلع المخرج فانت بتتكلم في الاتنين دول بيتوصلهم هنا هو اللي بعديهم التلاتة دول بيبقى ديهم اختيار كل واحد فيه من هو هنا مثلا normal open close normal open close normal close وده common بتاعهم فانت بتوصلهم ده موجود لل loop active a لل loop active b يعني انت مثلا لو عايز المخرج يعمل في normally open هتاخد من هنا والcommon لو عايز تخرج بالnormal close تاخد هنا والcommon وهكذا ترجمة نانسي قنقر